شهداؤنا فخرنا هذا شعار أبطال محافظة ميسان الغيارة بكثير من الحزن والأسى ضحت هذه المحافظة بشهدها البطال العقيد علي سلمان السعدي الذين لو سام الشهد في عمليات التضحية والفداء ليخل الذكراه في قلوب أبناء محافظته من حقيقة خسارة كبيرة اليوم أن نخسر قائدا كبيرا ومجاهدا كبيرا جاهد في عهد نظام صدام حسين جهاد الأبطال وفي الانتفاض الشعباني كان قائدا وفارسا واليوم التحق بركب الحج الشعبي واليوم ارتفع شهيدا إلى عليين وهذه خسارة كبيرة أن يتساقط الأبطال هكذا لكنهم ارتفعون كالنجوم في السماء نقول أن القضية لا تنتهي بموت أي بطل من الأبطال لأنهم هم من أوقدوا شموع هذا الطريق وبالتالي أعتقد اليوم شهيدنا علي سلمان واحد من أبطال هذه المدينة الذي لا بد أن تتذكرهم العمارة بأحرف منه لأنه قدم للعمارة الكثير الكثير القائد العقيد أبو تحسين الساعدي البطل الذي أفنى عمره ومنذ مقتبل شبابه في الجهاد في سبيل الله وفي سبيل العراق والوطن رحل عنا محتسبا دمه عند الله سبحانه وتعالى في عليين وتسكن الله فسيح جناته ولكن ترك في قلوبنا لوعة الفراق فكان أخا عزيزا غاليا على قلوبنا ودعناه في حرقه لكنه إن شاء الله في جنات الخلد والنعيم العقيد علي سلمان الساعدي المجهد الفاذة الذي ترك واجباته داخل المحافظة والتحق في صفوف الغيارة من أبطال الحجد الشعبي كانت له وقفة مشرفة ضد زمري داعش الأرهابي في محافظة نينوى قبل أن ينال شرف الشهادة في قضاء تلعفر بالحقيقة الشهيد علي سلمان موسى ضمد الساعدي هو من عوائل الشهداء وهو أخ للشهيد حبيب سلمان موسى ضمد الساعدي أحد شهداء الانتفاضة الشعبانية سنة 1991 الجميع مطلع على حياة الشهيد منذ سنة 1991 بعد الانتفاضة وإلى سقوط النظام وهو من المعادين لنظام البائد ومن المجاهدين الأوائل في هذا الخط الجهادي ننتصر أو نموت مقولة يرددها جميع متطوعية الحجد الشعبي المقدس الذين ضحوا بالغالي والنفيس تركوا عيالهم ويتموا أطفالهم ليلتحقوا بقافلة الشهداء قافلة أبي عبد الله الحسين من ميسان مشتبى لياسري الطريعة الفضائية